قبل ما روح الامبي لازم اعدي على بيرامتز لان زي ما قلت خلينا اتكلم بقى نتكلم براحتنا ونفرد ورقنا ونفتح ملفاتنا زي ما قلت كل الجمهور النادي الاهلي خد بالك انه فرقتك لغاية النهاردة الحمد لله الحمد لله ما خسرتش ولا ماتش وفي كل المواجهات الكبيرة كل المواجهات الصعبة كل المواجهات اللي تقدر تقول عليها كلاسيكية فرقتك ما خزرتكش بالعكس كذبت الزمالك في السوبر كذبت هنا الاسماعيلي كذبت هنا بيرامتز كذبت حتى التحدي المنستيري كلها ماتشاط صعبة كلها ماتشاط محتاجة فرقة كبيرة ما فيش فريق كبير بيمشي كبير طول الوقت لازم يقع فيه مطباط ودورنا كجمهور عشان ناس اللي زعلت مني لما قلت أنا برضو واحد في النهاية أنا واحد من الجمهور وبزعل من أداء الفرقة وبزعل لما بنخسر نقطة لكن في النهاية لازم الحسابات وردود الأفعال ما تبقاش مبنية بس على واطف لا فيه جانب كبير جدا مع فريق كبير بحجم الأهلي لازم يبقى أبني بالعقل وبالمنطق ونحسب كويس قوي حساباتنا ونشوف إحنا وقفين فين وراحين فين وأهدفنا اللي إحنا عايزين نحقاها لأنه التوقيت مهم جدا التوقيت ده ما فيهش تهد فيه أنا فاكر قوي بعد نهاية ماتش السيراميكا تقريبا حتى الصفحات اللي بتتكلم باسم النادي الأهلي على السوشال ميديا وعاليوتيوب وعالفيسبوك وناس النصهم عاملين نفسهم أهلوية وهم لقى علاقة له بالأهلي لما من قريب أنا وعيد كانوا بيهدوا في فرقة وبيهدوا في ميستر كولر وبيهدوا في اللعيبة كلها اسم اسم ولعب لعب هل ده كجمهور أهلي يصح يصح في توقيت زي ده وانت رايح لبطولة عالم وبطولة دوري أبطال حتى وإن كان فعلا فيه نجوم كتيرة ممكن تكون بعيدة عن مسترها وفيه أخطاء لميستر كولر ما أعتقدش أنه كان ينفع وإلا ما كانتش النتيجة تحصل كده قدام بيرامدس بالتالي مهم جدا نحن راعي النقطة دي عشان ناس اللي هجمتني أنا بحترم جدا كل وجهات النظر بس الناس زي على الثماني قالنا طب قلنا من فضلك نشجع ازاي بقول لكش تشجع ازاي جمهور الأهلي راح بيشجع من دياء مش من دياء الأولى من قبل المطش ما يبدأ لغاية من بطش ما خلص ما كانش ليه دور ده مليون في المئة كان ليه دور في مكسب انبار شابو وهذا جمهور الأهلي اللي احنا مستنين وهذا الجمهور الأهلي اللي تروحنا عليه في المطشات اللي جاي كلام على مطش بيرامدس هو أهم من مكسب كلام على المشوار والتحضير بداية من مطش امبي أنا مطش امبي محطة من محطات مهمة قبل ما نروح ان شاء الله لكاس العالم ومن بعده دور المجموعات في دوري الأبطال بشرفني اتنين من نجوم تحليل الكرة العالمية النهاردة في السادسة بلال محسن وفاروح عصام العودة بعد غياب نرحب بيهم بلال مساء الخير واهلا وسهلا بيك مساء الخير عليك بس الزحمة واهلا بحضرتك واهلا بكل السادسة المشاهدة منقور الدنيا ربنا خليك ده بنور حضرتك والله ان شاء الله نستمتع بيك فاروق طبعا عودة الابن مش هولت ضل انه ابدا لكنه ابننا بس في عصر الاحتراف مفيش مانع كده يطلع عرق ويجي مرة تانية دايما الناس عاد بفاروق واحد من الناس اللي بسامتع بيهم جدا مساء الخير يا فاروق مساء الخير يا أحمد أقولك الحمد لله على السلام الله يسلمك مساء الخير أنا دايما اللي بتشرف بوجودي معاك وأحشتني وأحشتني جماهير النادي الآلي وبتشرف بوجودي مع بلال النهار نستمتع بيكم إن شاء الله تبقى حلقة مفيدة لجماهير النادي الآلي وتستمتع بيها خليني أبدأ معاكم من ماتش بيراميز اللي كنت بقول عليه انه لقدر الله لقدر الله بعد ردود الأفعال اللي حصلت بعد اتعدوا الأهلي في ماتشات زي ماتش فيوتشر ماتش سموحة ماتش سيراميكا بدأت السكاكين تقطع والهجوم يكتر والناس تشكك رغم أنه الأهلي ما باعدش يعني رقميا وحسبيا الأهلي ما زال محتفظ بكل فرصه وهو يمكن الأفضل على مستوى اللي عندها المصرية كلها من حيث النتائج لكن أي نتيجة غير المكسب كانت ممكن تأثر بشكل سالبي فمهم جدا أنه أهم المكاسب اللي حققها الأهلي بالفوز على بيرامتز بنتيجة 3-0 في يوم يعني يوم لـ 2-2-23 بالضبط يعني يمكن زي ما حضرك قلت كده أصد أحمد في البداية النادي الأهلي كان بيمر يعني مش هنقول بحاجة يعني فترة عنيفة أو حاجة آه بالضبط هزة في النتائج شوية تلت عادلات ما كانوش في الحسبان أمام فيوتشر وسموحة وسيراميكا يعني الجمهور دايما بيعنده قلق زيادة شوية على الفريق زي ما حضرك قلت كده غير الحسابات الفنية يعني الجمهور دايما يمكن بيحسبها بالعاطفة بخوفه على الفريق احساس أن أنت تخسر الدورة الثالث على التوالم سيطر على عمل هاجز كبير جدا عند الجمهور مش عايزين أبدا يصدقوا أن السيناريو ده ممكن يحصل وإن شاء الله مش هيحصل فكانت مباراة بيرامتز جات في توقيت مهم جدا وحساس جدا أنك بتأكد أن أنت كبير في المباراة الكبيرة بتقدر تتعامل قدر النادي الأهلي يعني يدخل في المباراة بالحسابات اللي احنا دايما متعودين أن النادي الأهلي في المباراة الكبيرة ما عندهش أي مشكلة يعني يمكن النادي الأهلي حتى لما غاب عنه معظم العناصر مع منتخب مصر في الكاسة العالمي الأندية والنادي الأهلي اللعب تقريبا بالصف الثاني في بطولة كبيرة جدا هي كاسة العالمي الأندية قدر النادي الأهلي يكسب فالنادي الأهلي في المباراة الكبيرة ما عنده مشكلة النادي الأهلي دخل مباراة عمل مع المدير الفني طبعا نحن عارفين تاكيز جونياس بيلعب بطريقة لعب هو بيحب يمسك الكرة بيحب يلعب كرة جميلة استحواز عمل لعب في المناطق الأمامية كان عنده عبدالله السعيد وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخر لقاي خمس لعبة لعبة كرة يمكن ما بيقدوش الواجبات الدفاعية زي ما بيبقى مطلوب من الفرقة دايما فالنادي الأهلي قدر يستفاد من الحالة دي ساب لهم الكرة شوية وقدر من كرة فردية وبعد لعبة جماعية كمان الحلو في كرة السلية أنها كانت لعبة جماعية في البداية أنهاها عمر السلية بتصويبة طبعا وصاروخية لم يتوقعها أحمد الشناوي النادي الأهلي بعد الهدف رجع شوية للمناطق الخلفية وقدر يحافظ على هدوءه ويساباته الانفعالي لحد ما تمكن في الشرط التاني أن يحرز الهدف التاني واستغل كمان اندفاع برامة للبحث عن التعادل وأنهل قاتل وكمان يعني في بعض الأراء قالت أن النادي الأهلي كان بيدافع لا هي في الكرة ما بقتش كده احنا شوفنا الأرجنتين شوفنا المغرب في أوقات كانت بتلعب فيه على حسب الجيم انت بتاخد المباراة بتقسم المباراة على حسب طبيعة المنافس برامة زي لو سبت لهم لو انت ضغطت عليهم ولعبت يعني ضغط متقدم بالضبط عندهم لعيب عندهم سراعات مصطفى فتح ورمضان ويقدروا يستغلوه فالنادي الأهلي تعامل مع المباراة على حسب طبيعة الجيم وطبيعة المنافس فاروق أنا استغرب غير المكسب والتلات نقاط آه لا أنا استغربت تكييس هو بلعب النادي الأهلي بمحور ارتكاز واحد وحاطت إسلام عيسى وعبدالله سعيد يعني ممكن ألعب الكلام ده قدام أي فرقة في الدورة لكن ده من نادي الأهلي بلعب بالشكل ده كان لازم عقاب فوري وخسارة بسلسية وكان ممكن نادي الأهلي في شوت التاني يزود الغلة ويزود النتيجة لأنه مدرب أنا شفت شوية عمل بغرور كبير مع المباراة وهو بيقابل النادي الأهلي انت النادي الأهلي لما بتقابل النادي الأهلي هو ممكن يعقبك بسهولة أن انت تسيب له وسط ملعبك بالشكل ده ويبقى لعب واحد بس هو اللي بيأمن قدام خط الدفاع مغامرة كبيرة كان عقابها فوري هو حتى خرج بعد المباراة تكلم أنه أنه الثلاث أهداف اللجوم هم مجرد لا بتحظ لا هم مش لا بتحظ نادي الأهلي مع بداية الشروط التاني ضغط مكسف على بيرامدز خصوصاً أن الفترة دي دايماً بيرامدز بينزل لو متأخر في النتيجة بيحاول يندفع هجومياً بشكل كبير النادي الأهلي في الشروط التاني قدر يسجل الهدف التاني وكان مهم جداً إحراز الهدف التاني في بداية الشروط التاني وقدر يكسب المباراة أعتقد أن المباراة حتى كانت بسهولة النادي الأهلي ما تعرضش لهجمات خطيرة والعجمات للشغل من بيرامدز وما شوف ناش شغل بناء الهجمة اللي كان موجود وده زي ما بلال قال أعتقد أن مستر كولر زاكر بيرامدز بشكل كويس جدا لأنه النادي الأهلي دائما بيضغط من قدام بيحاول يستخلص الكورة في مناطق الخصب لكن في المباراة دي تحديدا ساب بيرامدز ينقل الكورة ما بين المدافعين بكل أريحية لكن هتتقدم في وسط الملعب هيبقى فيه ضغط عليك واتتقطع منك الكورة لأنه كان فيه ست لعيبة هجوميين في بيرامدز يعني أعتقد أنه كانت مغامرة كبيرة والنادي الأهلي خرج من مباراة بسهولة صحيح وبتهيق لي كمان أنه الحكم ما كانش يعني أهو حكم نهاية كاس عالم وكل حاجة بس ما كانش موفق حقيقي وما كانش موفق في المباراة نهاية حتى في كاس العالم وقراراته كتير كانت ضد الأهلي وكانت في مصلحة بيرامدز بالضبط وهو شوفنا حتى خرج بعد كاس العالم قال أنا أخطأت في مباراة كاس العالم ده وارد لكن النادي الأهلي دايما عودنا أنه حتى لو فيه أخطاء من الجانب التحكيم لكن هو حيحسم المباراة بأكتر من هدف وده مهم جدا أتكلم كمانك على طرد رمضان صبحي الحقيقة اللي ما بفهمش بصراحة يعني أنا أفهم كواس جدا أنك أنت تكون عايز ترد اعتبارك أفهم كواس جدا أنك أنت تكون غيور على الفانيلا اللي أنت لابسها أو عندك طموح معينة عايز تحققه لكن ما فهموش أنك أنت تبقى متعمد في كل مواجهة تأذي زميلك اللي كانوا بيلعبوا وبيسفروا وبياكلوا وبيشربوا معاك في نفس الأوضة يعني الموضوع ما أعتقدش بقى صدفة في كل منباريات الأهلي وبيرامد لازم يبقى فيه تدخل عنيف من رمضان صبحي على لعبة النادي الأهلي علامة استفهم كبيرة بصراحة مش قادرة أفهم بالضبط يمكن زي ما حضرتك قلتك مش لقيلها مسمى بصراحة يعيز لقيلها وقاليها مسمى مش لقيلها مسمى غير حاجة ما يفعش تقلع على الشاشة لا وطبعا إحنا لو اتكلمنا وزي ما حضرتك اتكلمت كده يترد علينا ويقول أن انتوا عاملين لود وعملين ضغط عصب بالعكس خالص اللعيب الكبير بيلعب في أعلى المنافسات وما بيقدر يتحكم ببعنده ثبات يعني لماذا؟ ولكن اللي بيتبنى وجهة النظر دي شايف أنه لود بيترجم لعنف ضد على فكرة مش مع رمضان بس ده أي لعب بيعمل سلوك عنيف أو بيعمل سلوك خارج أو مشين ضد لعبة النادي الأهلي أو جمهوري النادي الأهلي بتبقى المبررات جهزة دايما أن جمهوري النادي الأهلي عامل عليه لود فلا طبعا مش منطقي وبالنسبة لنقطة الحكم كمان في لعبة ما خدتش حقها وهي إصابة كريم فؤاد يعني إحنا نتحرم من كريم فؤاد عنده جزع ثلاث أسابيع يعني إن شاء الله نتمنى تبقى علي من كده لكن ما وقفش عند اللعبة دي برضو ودي كانت غريبة شوية مع لعبة ركلة الجزاء دايما اللعيب اللي ما بيعرفش يظهر بشكل كويس قصاد النادي الأهلي ويبقى متكتف في الملعب بيلجأ للعنف ده شيء طبيعي لأنه هو رمضان صبح ما كانش موجود في المباراة يا فاروق بص أنا أفهم إنه ده تبقى استثناء لكن على المباراة بالنسبالي إنه يبقى القاعدة يعني لما ده يحصل مرة ممكن أقبلها وأعديها لكن لما كل مباراة تبقى في حالة عنف واضحة وصريحة بتستهدف لعبة النادي الأهلي يعني في النهاية لما تشوف جماهير النادي الأهلي دي كلها ما بتهتفش باسمك ده برضو في أي مباراة بيأثر عليك بشكل كبير طيب